الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تواجه بعض الخلافات داخل الحملة أيضا مع حلفاء ترامب بحسب شبكة CNN آخر الحوادث كان عندما هاجم براين سوينسون وهو كبير مستشاري حملة ترامب أحد مساعدي المرشح الرئاسي الجمهوري فيفيك رامسوامي بعد انضمامه لحملة ترامب متهما إياه باستخدام هذا الانضمام للترويجي لنفسه هذه الحادثة كانت مؤشرا على حدوث خلافات داخل فريق ترامب لعام 2024 رغم أن وسائل إعلام أمريكية تصف هذه الحملة بأنها أكثر تنظيما من حملة 2016 رغم ذلك أشار التقارير إلى أن كبار مستشاري ترامب تفاجأوا وانزعجوا مؤخرا عندما علموا بأن كاش باتل المسؤول السابق في إدارة ترامب كان يخبر حلفاء ترامب بأنه كان جزءا من جهود التدقيق لاختيار مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس ونفوا أن يكون باتل على علاقة بالأمر استغلال اسم الرئيس ترامب في أوساط بعض المقربين منه عزاه أحد المقربين من ترامب إلى تقدم الأخير في استطلاعات الرأي الأخيرة على العكس من الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب عندما كان الكثير يحاول النأي بنفسه عن إدارة ترامب كليا مصادر متعددة قالت لسي أنان أن ترامب نفسه منزعج من كيفية استخدام بعض حلفائه من أفراد وجماعات لاسمه وينظر إليهم على أنهم يستفدون منه وهو ينظر إليهم على هذا الأساس ويستخدمون علاقاتهم لتعزيز حياتهم المهنية اشتركوا في القناة